موسيقى موسيقى صباح الخير للكل يوم جديد من عالم الصباح اليوم رح نترفق معكم خير 3 ساعات على الهوى مواضيع أو فقرات عديدة ومنوعة رح نترفق معكم فيها خلوكم معنا من الساعة 10 للساعة 1 رح نضحك ورح نغني ورح نقضي أحلى الأوقات اليوم 8 نيسان الأحد مثل لو بتعرفوا بهذا الشهر نحن عم نعمل حملة مع عناصر من الصليب الأحمر اللبناني لنعطيكم الإسعافات الأولية أو نوع من التوعية عفوا 6 نيسان مش 8 نيسان بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني عم نقوم بحملة التوعية للإسعافات الأولية طبعا كلنا ممكن نتعرض بالطريق أو بالبيت لحالات طارقة لهيك كل يوم عنا موضوع معين رح نحكي فيه ويقدمو لنا عناصر من الصليب الأحمر اللبناني هيك مثل تبس لحتى نتعلم منه لنعرف كيف نتصرف بهالحالات اليوم موضوع الحلقة رح يكون عن الفكش طبعا ممكن واحد يكون ماشي يتفشكل يوقع يكسر إيده أو يكسر إجره أو يفكش إيده فاليوم رح يعطونا تبس رح نشوفها سواء بكلب صغير ونرجع لكم بعد شوي شو علمات الالتواء والفكش؟ قلم، تورم، وازريقاء حول المفصل أو العضلة شو بنعمل لما منشوف هالعلمات؟ لازم نتذكر عطول هالأربع مراحل راحة، برودة، تثبيت، ورفع راحة يعني ما نحرك ولا نجلس المنطقة المصابة تثبيت يعني سبت المنطقة بالوضعية للإيطافية برودة، حط كيستلش على الإصابة لتخفيف الورم والألم بس مش أكتر من عشرين ديئة رفع، رفع الجزء المصاب إلا إذا سبب زيادة بالألم وعلى طول تصل بالصليب الأحمر على رقم الميه واربعين لتاخد الإرشادات اللازمة بالنهاية بحالة الفكش تذكروا الأربع مراحل اللازمة تعملون راحة، تثبيت، برودة، ورفع ما تنسوا تتابعوا برنامج قصة حياة أو موت اللي هو يوميات الصليب الأحمر اللبناني مساء كل خميس الساعة ثمينة ونص على شاشة تيفيزيون المستقبل هذا البرنامج طبعا هو تحية لكل العناصر صليب الأحمر اللبناني اللي دايما بيظهروا وبيتعبوا على صحتنا وبيخافوا علينا طبعا إذا ننأذى لهيك هن دايما حاضرين بكل لحظة يكونوا موجودين إذا تعرضنا لأي خطر طبعا اليوم أنا سألت كمانا سؤال على الفيسبوك واللي هو بيرتبط شوي إذا بدكم بهذا الموضوع اللي عم نحكي فيه هو إذا شفتوا حدا على الطريق يمكن مصاب أو تعرض لأزمة صحية هل تتصلوا بالإسعافات لحتى يمكن قد ما فيهم يجوا بسرعة ويساعدوا الشخص أم تتركوه على الطريق واللي هو طبعا بليز لا ما تعملوها تتركوه على الطريق و تمشوا كأنه ما شفتوه بليز جايبوني على صفحة الفيسبوك الخاصة بيعالم الصباح وبتصور أنه العالم بلاشيت عم تبعت لنا مسجرز هل أبنقريون أكيد دابعت شوي أنا طوالت بعد ما قلت موجود للشاف موجود؟ بكير؟ راح خارزوا تلسع وحياني موجود لأليكم لجميع مشاهدين كيفك؟ ماشي الحال أنت نيها شو فيه ما فيه عنا؟ شو ما فيه عنا؟ شو ما فيه عنا؟ فيه كتير اليوم اليوم راح نعمل موفينز بالبابي سيد أو بحبت البركة راح نعمل وولنات موكا تورت مع طوپين كتير طيب لألون وإذا دلوقت راح نعمل كارامالايزت وولنات راح نشوف كيف أكيد الوقت هو يحدد هالموضوع هذا الوقت كله قلك إذا هيك لها بلاش تشوي بك بلاشنا؟ بلاشنا طيب روحي باوردي روحي باوردي وخلي الكاميرا تعوني وتنبلش أكيد يعطيك العافي شيف راح نرجع لك بعد شوي أما هلأ كل اللي ناطرين فقرة كارمن لنعرف شو بيضمن حظنا لليوم راح نشوف هلأ ولكن نشوف قبل الحلقة شو بتتضمن ورجعت لكم بحلقة اليوم من عالم الصباح من تابع الأبراج مع كارمن مقالب بين التلميز والأساتزة مع جون بيع يوتيوب مكملين مع الأسامة والأغانة بيع غير موجة وبخصوص الجمال مع جين علاج إزالة التجعيد على الطريقة المصرية كيف بدنا نهتم بجسمنا قبل بداية الصيفية بواحد نايم ثلاثة ضيفنا بعرفنا على مشروع بوبليت جونيور بالجامعة الأنطنية موهبة الرسم مع جون وضيفته بجيل توب ورشة ملح مع شف فيصل على والنات مكة تارت كيك محستو كيف كانو شعراتو لجون؟ اشتقت اللون؟ حرام عم يبكع شعراتو اشتق لون وأنا كمان اشتقت لشعراتي نضامن سوا عكل حال راح ينضام لنا اكيد بعدين جون بثلاث فقرات متل ما تعودتو أما هلأ خلينا نبدأ نهارنا مع كارمن والأبراج صفحكم الخير يوم الأحد 6 نيسان أبريل اليوم الأمر مرفعنا من برج مائي برج السرطان والأجواء جيدة جدا اليوم للأبراج المائي مواليد برج السرطان مواليد برج العقرب وأيضا مواليد برج الحوت كيف راح بيكون هنهار عكل الأبراج خلونا نبدأ مع أول برج برج الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برج الحمل الأجواء يمكن تكون شوي عائلية أكتر طالع بيلك تبقى بالمكتب ما طالع بيلك تروح مطرح هناك نوع من خمول أو نوع من قلق معين لحتى تخلص أشغالك الخاصة والعائلية وبعتبر المواليد الأكثر تعبا اليوم راح بتكون 2-3 و4 نيسان أبريل ننتقل لبرج الثور مولود برج الثور الأجواء عندك اليوم جيدة وحلوة وبتحس حالك اليوم مقلع يمكن أكتر من مبارح بما أنه برج السرطان مرج صديق لألك بتحس حالك أنه في مين عم يتفهمك في مين عم يدعمك وبتحس حالك أنك قادر تعبر عن يلي حابب تقوله لذلك نوعا ما فينا نقول أنه التفاهم مع الآخرين الأبحاث والامتحانات لبقسة بها لكن جميع الأحوال ضلك منتبه لارتكاب الأخطاء وانتبه من الالتباسات بيبقى المولود الأكثر تعبا 13 و14 أيار مايو بننتقل لبرج الجوزاء النهار جيد لبرج الجوزاء إذا بده يطلب مساعدي إذا بده استشارة أو إذا بده رأي الجوة اليوم حلوة فيها دعم لألك فيها تقدم لألك لكن ضروري تكون أنت موجود نفسيا ومعنويا في الإطار الصحيح بجميع الأحوال النهار إيجابي فيك تتكل عليه وبعتبر الموليد الأنشط هي موليد 9-13 هزيران يونيو بننتقل لبرج السرطان من أهم أيام هيدا الشهر لمهم عكلي مش بس اليوم في بكرة أيضا وفي بعد بكرة مولو برش السرطان أنت زمنيا موجود بوقت كتير مهم بيسمح لك أنك تنتقل درجة كتير مهمة ترتقي دراسيا اجتماعيا عقلك بيكبر بتحس حالك أنك مضجد وأيضا هناك على الأرجح تقدم ونقلة نوعية تصل لك على طبق منفضة أو فعلا تكون عم تشتغل عليها حضر حالك بها ثلاثة أيام في خبر سار وبعتبر الأكثر حظا هني موليد 4-5-14-15 تموز يوليو بننتقل لبرش الأسد بالنسبة لبرش الأسد اليوم معلاش إذا توقفت شوي أخدت راحة أخدت نفس عميق وتركت الناس تمشي قدامك معلاش اليوم مضروري أبدا توقف بالصف الأمامي مش بس بكرة ومش بس اليوم بكرة وبعد بكرة أيضا في شوية أخير في شوية عقبات بتحس حالك أنه أنت خمول ما طالع بيلك تلاحق عميلك بجميع الأحوال ما تاخد مبادرة انطور وطول بيلك القرار تركه للثلاثة بعض الظهر للأربع أو الخميس بتعمل عين العقل وبعتبر المولود الأكثر ثعبا نسبيا اليوم هو مولود شهر تموز يوليو ننتقل لبرش العذراء مولود شهر عذراء نهار أرتب وأحلى وأريح من اليومين اللي مرأوا اليوم في صديق في رفيق في شخص بيقف لجينبك حتى الغربة اليوم بيتفهموا معك وبتعاملوا معك بسهولة وبإيجابية إذن اليوم نهار تقريبا ميسر مش كتير لكن ميسر أكتر من غير أيام فحاول تستفيدنا نهار حط إيدك بإيد الآخرين وبعتبر الأكثر حظا خمسة وستة أيلول سبتمبر ننتقل لبرش الميزين مولود ببرش الميزين هيدا نهار صعب صعب للشخص يلي منه محضر حاله خاصة إذا عندك امتحان أو عندك موعد أو عندك يمكن مؤتمر وإنت بدك تطلع وتحكي أو تقدم شغل هيدا نهار تقع في أنت تحت الأضواء والناس كلها بتطلع عليك والناس ناطرة منك أداء مميز إذا بتعمل منيح بمعنى تكون محضر حالك اليوم فيك تتغلب على هالأمور وبيمشي حالك بشكل إيجابي أما إذا أنت ترتجل فاليوم النهار بضر بسمعتك كون حذر جدا 11 ل 14 أكتوبر بعد عن المشاكل عن المجازفات والسرعة كليا ننتقل إلى برش العقرب مولو برش العقرب مرأ عليك 4 تيام 5 تيام صعبين ملبكين ومزعجين وتقال اليوم في انفراج في نقل نوعي إلى الأفضل إلى الأحلى إلى الأريح والأسهل ما معنات أنه تغيرت الأمور رأسا على عقب لصالحك لا لكن اليوم فيه تيسير ومورك ميسرة وبتقدر توصل تقريبا للي بدكي جاو مناسب للشغل مع الأجانب أو للسفر أو للدراسي وبعتبر المولود الأكثر حظا هو 4 و 5 تشرين الثاني نوفمبر ننتقل إلى برش القوس مولو برش القوس بدك تنتبه اليوم لهالأخطاء اللي صارت مؤخرا يومين و 3 و 4 لورا هيدا نهار بدك تاخده تعطي بدك تكون نوعا ما المرن في التعاطي مع الأمور وبدك تتقبل أنه الآخر رأيه يمكن مختلف عن رأيك خد وعطي لحتى أمورك يمشي حاله اليوم صحح الأخطاء وردة لمجرها الطبيعي إذا أمكن وبالتالي يمكن تضطر أنك تتنازل أو يمكن حتى تتخلى كليا عن فكرة أو موقف معين بجميع الأحوال بيبقى لأكثر حظا نسبيا 4 إلى 13 ديسمبر كنون الأول بنكمل مع برش الجدي مولو برش الجدي اليوم من أسوأ الأيام لحتى تعمل مشكلة لحتى تمشكلها مع أهلك مع أصحابك مع جيرانك مع زملائك ومأقرب الناس لإلك هيدا نهار مزاجك بيكون فيه كتير متقلب طباعك صعب صعب نفهمك وصعب أنت تفهم الآخرين وكأنه اليوم طالع بالك أنه فعلا تمشكلها هيدا نهار غير مناسب للاتفاقيات ويمكن للاجتماعات لأنه أنت ما تقدر تتكيف مع الظروف بدك تفرد رأيك أو بدك تفرد نفسك انتبه لحتى ما يصير فيه قطيعة أو جفة أو مشكل خاصة إذا كنت من مواليد أربع وخمسة كنون الثاني يناير من الثاني لبرش الدلو مولو برش الدلو نهار فيه شغل كتير 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 ومش شوي هيدا نهار من قبله طلوع الضو لآخر الليل وبكرة أيضا كل نهار فيه شغل وكأنه فيه مسألة أو مسألتين أو تلاتي كلهم عندك على طولتك وبدك تخلصهم فقط بيمشي التنظيم الجيد انضباط وأيضا حتى تقصيم الوقت بشكل جيد بلش بشي المهم تبه لصحتك لأنه الصحة معقولة شوي تتعبك أو تحس حالك أنه أنت تعبين وش قادر تكمل الشغل إذا فيه شغل كتير نظم وقتك وبعتبر الأكثر تعبا 11 و 12 شباط فبراير نوصل لبرش الحوت مولو برش الحوت اليوم نهار بفش الخلق هيدا نهار حلو هيدا نهار فيه مبادرة حلوة تجاهك أو من قبلك هيدا نهار معقول يحمل لك خبرية حلوة قد تتطور اليوم أو في اليومين المقبلين جميع الأحوال هيدا نهار إيجابي فما تتركوا أبدا يمرؤ مرور الكرام منذ ما تصحح عليها أو تسوي مشكل أو تحلها وبعتبر المولود الأكثر حظا 32 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة مهمة جدا على الصعيد الشخصي على الصعيد الشخصي العائلي أو حتى الصحي يمكن فيه تغيير للأفضل أو فيه تقلبات بأوضاعك فانتبه له وحافظ على استقراره نيسان أبريل أب أغسطس ديسمبر هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي قبل ما نتوقف مع فاصل علاني رح أقرر شوي من الكومنتز اللي بعتتولي إياه هون في سجود بتقول أكيد بحكي الإصعافات طبعا وإذا في مجال نحنا نصعفه أكيد رح نصعفه لولولوليتا بتقول أكيد بتساعد وبتقل لي باي باي رولا you are my favorite one thanks نارسي بحبيك نور بتقول أكيد إذا قدرت بتصل بحدا ضغري سوفيا أنا أكيد بروح بساعده بسرعة وبكون عم اضحك كرمال هو يضحك ويتشجع ويساعد نفسه وبحب يكروا لو أنا كمان بحبكم كلكم طيب في عنا نوها بتقول صباح ورولا بتصل بالصريب الأحمر أول شيء وبعدين بحاول ساعده عقد ما بعرف في حدا قريت بيقول أنه ما قاله قلب يساعد هو لأنه بركب يأزيه مضبوطة لأ إذا واحد ما عنده ما عرفه أنه كيف يقدر يساعد الشخص لبينه ما يوصل للصريب الأحمر أحسن يتركه مثل ما هو كرمال ما يأزيه أكتر وتطور حالته رح نتوقف مع فاصل إعلانة ومن بعدها منكون عيوتيوب مع جان وما تروحوا لبعيد رجعت لكم شكرا